وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة تم لساني يفقه قولي صدق الله العظيم أبنائي وأحفادي طلبت وطالبات السنوية العامة عام وأزهري هذا العام 25 إن شاء الله بأمر الله حشرح لكم في منصة إن شاء الله منهج الفيزياء وحله كاملا نظام الفيديوهات والشرح في منصة إمية أكاديمي أولا شرح كامل تفصيلي ما يخرش ميا وكلام بقول واضع للمنهج كاملا مع إضافة بعض تفاصيل لحاجات موجودة في الكتاب زودت قانون يسهلك الحل مش قانون ما يسهلك الحل وضعت قوانين كتيرة لا تزود لك المبتكر تحلي بها بسهولة مستنبطة من كتاب المدرسي ديت الشرح كامل مع إعطاء أمثلة كتيرة والشرح بتاعي من كتاب الوسام شرح كتاب الوسام شرح أقدم كتاب أربعين سنة السنة دي ليه؟ شارح ومد أمثلة كافية جدا على كل جزء ما فيش قانون إلا ما عليه جميع أفكاره في الكتاب وطرق الحل موجودة في الكتاب الشرح لما تيجي بقى تحل بقى النقطة التانية هتحل منين؟ الحل من كتاب الوسام بنك أسئلة وكتاب الوسام بنك أسئلة منظم جدا والسنة دي داخل معاها ناس برضو نزبطوا الحاجات بترتيبها زي وترتب وإذا كان فيها أخطاء تقل الأخطاء اللي فيها ونظمنا وعملنا الأسئلة كافية جدا ومغطية جميع الاحتمالات والأفكار أنت هتعمل آتي سمحت الدرس شرح نمرة اتنين تحل عليه من كتاب الوسام من الكتاب الوسام بنك اللي على الجزء دي هتقفعك أسئلة أسئلة ما انتش فهمها أسئلة فهمتها وحلتها خلاص هتسمع بقى حل الكتاب كاملا من ايه تزد مسألة مسألة هنحلها مش هنحلها وبس هحلها بالشرح ما نقولكش المسألة دي إجابتها به وخلاص لا هشرحها بالتفصيل ولو كانت تستدعي حتة تتشرح وتتفهم جديدة هقولها في المسألة يبا انت بتحبني جميع احتمالات المسألة ولا يوجد قاطعة فكرة في كتاب خارجي مش موجودة في الوسام الوسام أعدم الكتب وانا عارف بقول ايه ما فيش فكرة معايا ناس حتى لو لقوا الحتة دي موجودة في الوسام جبناها وعطوها فيها الزمر معايا يعني في الكتاب عمل جماعي كل درس وراه اسئلة مقالة وزودت السنادي الاسئلة المقالة وبنحلها بالتفصيل نمر ثلاثة بعد نهاية كل درس بعد ديك امتحان والامتحان نحطه وتحله وجه أنا تاني نحل نمر ثلاثة بعمل لايف كل اسبوع بطلع معاكم أشوف الحاجة اللي وقفة معاكم ايه والله السؤال دي ماتتش فاهمينه ومفاهمتش الحل أشرحه الامتحان اللي أنا أددهولك عاوز تحله كل اسبوعين وعطي لك امتحان نحله ثاني بعد ما يخلص الفصل الأول كله مثلا الفصل الأول يخلص عليه امتحان كامل أسئلة غير الأسئلة اللي في الشرح والمسائل في الشرح اللي هي الأمثلة غير الأسئلة اللي احنا حلناها وغير الأسئلة المقالي امتحان في أسئلة تانية جديدة وحنحله معاكم بالتفصيل بس انت تحله الأول وأنا بحله بعدين وأنا بعمل لقاء معاكم على اتصال مع الطلبة وانا عند طلبة محدودة وعدد محدود بركز معاهم اللي عاوز أي سؤال للو هل يتصل على المنصة وأنا المنصة ابتماعات بسؤال بحلهولك وبنتقابل هنا نحلك كل حاجة يعني ما فيش حاجة هتلاقيها ناصة لحل ولا شرح على أعلى مستوى والطالب حيقول للسنة دي انت بترفع وتحط أسئلة كتير وبتزود أسئلة ليه اوه بتزود أسئلة مقالي وأن احتمال المقالي زيد فانا بتزود الأسئلة وتحل على أعلى مستوى السبب السنة دي خفت من عليك موان يقبر تفعت نسبة الوقت المخصص بذكرتها فيخصص الوقت المخصص بذكرتها ايه؟ يعني حيزيد تبعد ذلك مستوى لأسئلة نرفع مستوى الأسئلة والله لو جه عادي ادي احنا في السليم جه عادي ادي احنا بنحله وما حدش يقولي الأسئلة دي صعبة مفيش حاجة اسمها صعبة كل الناس بتحط الأسئلة والأفكار وكل واحد عاوزك بتحطش في الكتاب أسئلة صعبة عشان هو يحط هو الأسئلة الصعبة يهو بيّنك انه هو ايه؟ ادك الأسئلة صعبة لا يا عم بيدي لا بياد عمر أنا بحل الأسئلة الصعبة كلها وحلها وفهم هذا الكلام دي لو ديتك سؤال صعبة وعرضتش في أمورك يبالعب إنه لكن جميع الأسئلة حلها وخليك على أعلى مستوى وتوقّل على الله وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله وربنا يوفق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل رب زدني علما اشتركوا في القناة